السلام عليكم وعلى ما عدنا كل يوم سابت فيديو جديد لتعليم الرسم كل سواء طيبين وإن شاء الله يكون رمضان شهري كريم ومبارك علينا جميعا سمانة من الناس يشاهدني لأول مرة تدعم موهبتي كل ما عليكم أتضغطوا على كلمة سبسكرايب أسفل فيديو الاشتراك في القناة شاء الله النهاردة يتعلم مع بعض إزاي نرسم تمسيح بخطوات بسيطة قوي هنبتدي نرسم يلا بينا علشان نبدأ أول حاجة هنبتدي نمسك الألم الأسود اللي موجود في الألوان الخشب أو أي ألم رصاص موجود معينا وهنبتدي نعمل زي شكل كوس كده أو نص دايرة ده الشكل اللي أنا هبتدي أعمله وبعد كده هنبتدي نزبطه مع بعض وهنعمل نص دايرة جانبية وبعد كده هنبتدي نعمل أسفل الشكل بتاعي نص دايرة تانية وهبتدي ألصكها ببعض وبعد كده هبتدي أشوف المسافة قدقيه بالألم الرصاص وأعمل نفس المسافة دايت في شكل الراس والرقبة اللي خاصة بالتمساح وبعد كده هبتدي أشد خط علشان أحدد شكل الفم عندي والأسنان ويجي عندي أسفل الشكل بتاعي أشد خط وبتدي أقفل شكل الوجه عندي هعمل زي نص دايرة كده وبعد كده هشد خط تاني ووزي مع شكل الجزء العلوي وشد خط وبعد كده هبتدي أحدد شكل الفم عندي وبعد كده هبتدي أحدد شكل الديل هبتدي أنزل بالخط بتاعي شوية وهبتدي بعد كده أطلع بيه شوية وبعد كده أبتدي أنزل منه شوية وعمله زي شكل على نازل أسفل وبتدي ألصكه بالشكل اللي موجود عندي يعني الديل بيكون عندي أكبر من المسافة اللي أنا استخدمتها في رسم الدايرة اللي في المنتصف بعد كده هبتدي أعمل شكل الإيد هبتدي أعمل زي نص دايرة كده ويجي من طرف الدايرة بتدي أنزل زي خط كده صغير علشان أحدد شكل الإيد الرجلين هبتدي أشد خط وابتدي بعد كده أنزل بيه وابتدي أعمل زي خط تانية علشان يوضح عندي شكل الرجلين بعد كده هبتدي أستخدم الأستيكا وابتدي أمسح عندي نصف الدايرة وابتدي أمسح الزيادات اللي موجودة عندي وابتدي أضبط الشكل أكتر بالألم اللي أنا استخدمته في الأول بس هبتدي أتأل إيدي وابتدي أعمل زي حليات كده في الرسم يعبدا ما جيب الشكل المستقيم أوي أجيبه على ميل شوية علشان يبتدي يتضح معي أكتر وابتدي أحدد شكل الفم وابتدي أوضح شكل الأسنان هبتدي بعد كده أطلع بيها وابتدي أبرز شكل العين أكتر علشان تبان معي كده هبتدي أحدد شكل الأسنان عندي في الجزء الأيمن والجزء الأيصر طبعا أنا ببتدي إن أنا أضغط على الألم أكتر علشان يظهر معي في المرحلة الثانية وهي مرحلة الظل عندي علشان أبين الشكل أنا بتعمل دايما في المرحلة الأولانية في مرحلة الرسم إن أنا أخفف إيدي قوية علشان لما أجي أمسح ما يسيبش معي أي أسر وبعد كده في مرحلة الظل وي الرسم النهائي ببتدي إن أنا أتأل إيدي علشان يبين معي الشكل أكتر ببتدي أعمل زي شراط كده ملتصقة عندي بجزء من الديل وبعد كده ببتدي أعمل شكل تاني زي شكل ثمانية كده علشان يبين الشكل معي أكتر بعد كده هبتدي أعمل زي شراط برضو بعد كده نقاطه غيره وشوراط تانية طالع على الأعلى بعد كده هبتدي أبرز شكل الإيد أكتر من خلال التظليل طبعا هرجع أعيد عليها تانية علشان تتضح معي كل حاجة بتبتدي تديها خطوات بتمهدك لخطوات تانية علشان الشكل يتضح معيك أكتر كده هبتدي أظل البقية التمساح عندي وطبعا زي ما انتوا شايفين أنا ما استخدمتش غير هو ألم اسويت بس وأستيكا ما استخدمتش أداة دمج وما استخدمتش مصطرة وبطيئت إن أنا أرسم التمساح بطيئت إن أنا أعتمد أكتر على موضوع التظليل وإن أنا أخد بالي قوي من أماكن الظل بتاعتي وإن أنا أجسم الشكل مش لازم تتوفر معيك كل حاجة علشان تبتدي ترسم لأ عادي ممكن بقى أقل حاجة موجودة معيك تبتدي إن أنت ترسم وتجسد الشكل بشكل كويس كده هبتدي أشتغل على الجزء الأسفل التمساح علشان أجسمه أكتر طبعا الظل بيجي بشكل عكس شوية يعني لما يجي أعمل الجزء الخاص بالديل هبتدي أعمله عكس الشكل بتاعي علشان يبتدي يظهر معي تمنى الفيديو النهاردة يكوننا لإعجابكم وبكده نكون انتهينا من شرح الفيديو النهاردة استنوني الإسبوع اللي جاي بفيديو جديد لتعليم الرسم كنا من الناس اللي بتشاهدني لأول مرة تدعم موهبتي كل ما عليكم واتضغطوا على كلمة سابسكرايب أسفل فيديو الاشتراك في القناة ولايك لو أعجبكم الفيديو وشير لو حابين تشاركوا الفيديو مع أصدقائكم شرين زلوح شكرا